دعت القائمة بأعمال بعثة الولايات المتحدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كورنكي أوسترين روسيا إلى تمديد ولاية بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الحدود مع أوكرانيا كما دعت الولايات المتحدة موسكو إلى الإبقاء على فترة بقاء مراقبي المنظمة في نقطتين تفتيش هوفكا ودنيتسك التي تمتد لأربعة أشهر وسحب القوات الروسية المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية والعودة إلى احترام وقف إطلاق النار كانت روسيا رفضت في وقت سابق تمديد ولاية بعثة منظمة الأمن والتعاون على الحدود الأوكرانية الروسية لأكثر من شهرين يجب أن نسأل روسيا مرة أخرى ما الذي تريد أن تخفيه بصفتها عضوا في هذا المجلس الدائم وموقعا على جميع اتفاقيات منسك الثلاثة فهي ملزمة رسميا بدعم التسوية السلمية للنزاع في شرق أوكرانيا ندعو روسيا إلى إعادة النظر في اقتراحها بخفض فترة ولاية بعثة المراقبة إلى النصف